أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند نروح لتريند المحلي لأنه فيه تفاصيل مهمة جدا بالنسبة للمنتخبات الوطنية حساب اليوم السابع على تويتر بيتكلموا لأن روي فيتوريا يفاضل بن 17 وجها جديدا لمعسقر ستمبر تعرف عليهم طيب معسقر منتخب مصر في الأجندة اللي جاية كان المفروض يبقى معسقر رسمي عشان نلعب مباراتين مع منتخب ملاوي تم تأجيل معسقر شهر 9 إلى أو أجندة 9 لأجندة مارس 2023 وبالتالي شهر 9 تبقى كلها مبارات ودية للمنتخبات الإفريقية فيتوريا عايز يلعب مباراتين حسب المعلومات اللي عندي أنه فيه التواصل تم مع الكونغو تزومقراطية ومع توجو ومع أكتر منتخب إفريق للاستقرار على اختيار أحدهم في الفترة اللي جاية أجندة 9 هتبدأ في الفترة من 19 إلى 27 تسعة يعني بعد مرحلة الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا هتبدأ على طول أجندة شهر 9 الكلام اللي طالع أو المصادر القريبة من روي فيتوريا أنه مش هيضم لعبي النادي الأهلي نتيجة طبعا حالة الإجهاد وعشان ياخدوا مساحة وقت للراحة السلبية أعتقد كمان الأمر مش هيكون لعبة الأهلي بس فيه أندية تانية هتطلب ده من المنتخب الوطني فيه أندية تانية هتطلب ده لما تلاقي لعبة الأهلي مش موجودة في المعسكر هي كمان عايزة تاخد راحة للموسم الجديد لكن اليوم السابع حسب مصادر ليه قال أن فيه 17 وجه جديد في المعسكر أبرزهم مثلا حسام عبد المجيد سيد نمار من الزمالك بوب ومرعي وفروه من فيتشر مصطفى الزناري وعمر السيسي من طلاع الجيش عبد الرحمن مجد وإحمد مدبولي الإسماعيلي شادي حسين من سيراميكا أسامة جلال إبراهيم عادل بيراميدز عبد الرحمن رشاد رشدين وعمر فايز ويوسف حسن واحمد نادر وصلاح باشا لعبي منتخب الشباب هنشوف معسكر شهر 9 إزاي روي فيتوريا هيستفيد منه عشان يشوف وجوه جديدة في الفترة اللي جاية طيب حساب يلا كورة أيضا على تويتر بيقولين البرازيلي ميكالي وهو المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي بيجتمع مع عصام الحضري ووائل رياض بعد تعيينهما في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحاد الكورة كان أعلن أول أمس التشكيل الجديد للمنتخب الأولمبي خاصة بعد تعيين المدير الفني البرازيلي ميكالي وتم استدعاء اتنين مصريين عشان يكونوا موجودين معهم في الجهاز والرياض كان موجود قبل كده مع الكابتن شوء غريب وعصام الحضري بعدما كان موجود منتخب أول حاليا موجود مع المنتخب الأولمبي المنتخب الأول روي فيتوريا مش محتاج أي مساعد مصري وقال الاتحاد الكورة لو هتجيب مساعد مصري عشان يستفيد من الجهاز اللي موجود ممكن يكون موجود بس مش معنا في المباراة الرسمية عشان كده لغاية اللحظة دي ما فيش حد تم الاستقرار على اسمه عشان يكون موجود بالاختصاصات دي أو بالشروط اللي حاطتها روي فيتوريا ده هنشوف الفترة الجاية هل في مساعد مصري هيقبل بداء ولا مش هيكون موجود وهي بالتالي الجهاز الفني هيكون كله برتوغالي من خلال روي فيتوريا